اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكشيدة معناها طبعا هي كلمة غير عربية تعني مدة هي كلمة اجنبية اجنبية يعني بغير لغة اللغة العربية تعني مدة شون يعني مدة انا مثلا عندي كتاب واريد اطول المسافة بين حرف التاء وحرف الالف اضيف المدة اللي هي اضغط على المفتاح shift وحرف تاء بالعربي ابقى ضغط على shift وقطع لتاء راح يضيف لي هاي المدة هاي المدة اسمها كشيدة هاي المدة اللي هي شنو اسمها كشيدة شنو اقدر استخدم هاي الكشيدة انا عندي مثلا نص راح اضيف هذا النص الافتراضي اللي اتفقنا عليه اللي هو يساوي راند افتح قوس اسد القوس enter ضاف لهذا النص الاحظ انه هذا النص من اليمين مضبوط ومتساوي الاصطر متساوية متساوية النهايات ولكن من اليسار غير متساوي هذا الشيء طبعا غير جميل ويفضل عن اضبط من اليسار بحيث يكون متساوي الاطراف طبعا هذه عملية الضبط التم عن طريق اضافة الكشيدة اضافة مدة يعني شلون يعني انا اجي مثلا اهنانا على حرف الكاف اضغط shift وتا اجي هنا مثلا على المستند الحالي shift وتا مثل ما تلاحظون طبعا مثل ما تلاحظون انه هذا النص انضبط اقدر مثلا هذا الخيار اللي هو حرية مثل ما تلاحظون انه هذا تقريبا انضبط زيان هل انا اجي اقدر يعني كلمة كلمة اجي اضيف لها كشيدة لا طبعا اقدر احدد النص اللي اريده واختار اه هذا الخيار اللي هو الخاص بالكشائد طبعا عدي ضبط عدي كشيدة صغيرة عدي كشيدة متوسطة عدي كشيدة كبيرة راح نشرح ان شاء الله كل واحدة من هذه الانواع طبعا الكشيدة الكبيرة خلننبدي بالكبيرة الكشيدة الكبيرة شنو راح تسوي راح تضبط لي النص من اليسار ومن اليمين باضافة الكشيدة ولكن الكشيدة المضافة تكون كبيرة الكشيدة المضافة تكون شنو كبيرة زيان هذا فيما يخص الكشيدة الكبيرة فيما يخص الكشيدة الصغيرة رح تضبط لي النص من اليمين ومن اليسار أو من اليسار ومن اليمين على شكل النص مضبوط وباستخدام الكشيدة الصغيرة مثل ما نلاحظ أن الكشيدة صغيرة أسأل ممكن واحد يقول هاي الكشيدة كبيرة لا هذه أنا ضفتها بشكل يدوي فلذلك كانت كبيرة سؤال آخر ممكن أن هذا الجزء هو ما نضبط حالة حال بقية الأسطر هو طبعا هذا الجزء وهذا الجزء هنا نهاية الفقرة لا تنضبط مع الكشيدة نهاية الفقرة لا تنضبط مع الكشيدة زيب شلون أعالجها إن شاء الله رح نشرحها ونوصل لها ونعرف شلون نعالج هاي الأمر باعتبار أنه هذه نهاية فقرة فذلك ما ضبطها وهي الأسطر الأعلى من عندها هذا فيما يخص الكشيدة الصغيرة فيما يخص الكشيدة المتوسطة طبعا رح يضبطننه البيعات بإضافة كشيدة متوسطة لا هي كبيرة ولا صغيرة لكن ممكن الشر권ي يسأل يقول شين الفرق بين كشيدة صغيرة كشيدة متوسطة وبلكشيدة كبيرة شين الفائدة انه مخلينا ثلاث خيارات الفائدة هو اذا عندي حجم نص صغير يعني حجم نص صغير استخدم الكشيدة الكبيرة لتكبير النص يعني مثل ما تلاحظون هنا مثلا اجي ازغر النص مثل ما تلاحظون عندي فراغ بهذه الورقة فاش اسوي اضيف كشيدة كبيرة رح يكبر لي النص شوية اما الكشيدة الصغيرة تصغر لي النص يعني شنو يعني اذا عندي نص كبير استخدم الكشيدة صغيرة واذا عندي نص صغير يعني نكتبهن هنا نكتبهن اذا كان النص كبير نستخدم نستخدم الكشيدة الصغيرة مثلا هذا السطر نكبره ونقدر ناخذ من عندك كوبي واذا كان النص متوسط النص متوسط نستخدم الكشيدة المتوسطة واذا كان النص صغير نستخدم الكشيدة الكبيرة يعني العملية عكسية استخدم الكشيدة الصغيرة بالنص الكبير لتقليل حجم النص استخدم الكشيدة الكبيرة في النص الصغير لتكبير حجم النص اما في النص المتوسط استخدم كشيدة متوسطة يبقى هذا الخيار اللي هو ضبط شنو هو هذا الخيار طبعا هذا الخيار يقوم البرنامج بضبط النص بصورة عشوائية بغض النظر عن حجمه كبير او صغير وهو يختار نسبة معينة من الكشائد ويخللنا ياها بالفقرات يفضل انه استخدامنا يكون يأما كشيدة صغيرة يأما كشيدة متوسطة يأما كشيدة كبيرة وحسب النص مثل ما قلنا في هذه القاعدة هذا فيما يخص الكشائد كشائد